اجي شاية صوت لبناني جديد انا دايما بقول انه الممثل بيحكي بس المطرب لازم يغني وهي هيك اليوم راح تعرفنا على حالة باغنية يلا بما انه عم نحكي عن الصبح راح بنقول طلعت يا محلى نورها شمس الشموسي يلا بنا نملاها ونحن لبان الجاموسي قاعد عسك يا يخيلي اسمر وحليوي عواج الطاقية وقلي غني لي غنيوي اهلا وسهلا فيك انجي انتي وعم بتغني البادي لانجوج تبعيك بتقول انه انا واحدة بعرف اوقف على المسرح خلال مسيرتك اللي حكيتي لي اياه واللي اختصرتي لي اياهك بكذا كلمة بقدر افهم انه وجودك على المسرح بشكل كبير هو اللي علمك كيف تغني بهاي اللغة اكيد اكيد لغة المسرح هي اهمة لغة ممكن يتعلمها الفنان خاصة اني انا ببلشت مسيرة الفنية على المسرح من وقت ما كان عمري سنتين ونص شاركت بمنافسة صغيرة للاطفال وكسبت فيها من وقتك تثبت هذه الخبرة وصرت تشارك بمهرجانات وعلى قبر كمان استمرت معي هذه الخبرة ومن وقت ما بلشت مع ميوزيك هول في دبي طيب خلينا نحكي شوي عن انجي نفسها بتحبي التجريب بالموسيقى ما عرفتي لسه لهلأ وين بديك تروحي بس انا بحسك بعيدة عن التجاري الى حد كبير يمكن يمكن بصمتي تكون بعالم الفن اني انا اجرب كل انواع الموسيقى لانوات ما كنت عم خبرك من شوي انا بحب اسمه على كل شي فعلا بحب كل انواع الموسيقى وكل يوم ودي بيتغير كل لحظة وكل دقيقة فليش لا ليش لما اجرب كل شيء ما اكون عم غوص بكل عالم من عوالم الموسيقى شكليا بتختاري دائما انك تكوني بسيطة كتير قريبة من الناس اللي ممكن تشوفيها انتي كل يوم يمكن بالشارع حتى باغنيتك الجديدة اطلالتك كانت كتير بسيطة حقيقة هذا اللي شدني يمكن حتى تكوني انتي اليوم ضيفتي هيدا احلى شي ممكن اسمعوا صراحة بحب كون بسيطة وطبيعية بكل شي بقدموا بالنهاية انا فنانة يعني بحب التركيز الاكبر يكون على الموسيقى اللي بقدمها والشكل شي مهم ولكن بالتحديد لما نحكي عن فيديو كليب قوعة تزعل اغنيت الجديدة اللي هي من الحان الفنان المبدع زياد برجة وكلمات الرائعة شاعرة سيهام الشعشاع توزيع عباس صباح بدواجهنوا احلى تحية اكيد انا والمخرج محمد داهش قررنا ان نرجع لسنة 1995 حقبة زمنية كلنا من انتميلة وكلنا من حبة انا شخصيا كنت بتمنى نعيش بها الفترة الزمنية لك ما حرمت حالة من شي وقلت خلينا نرجع لهيدا الزمن ونكون ميالين اكتر للطبيعة اوعد تزعل بيني وعال كلمة زعلتك ممنوعات انت يا اغلى من حال خاف عيونك شوف النوعات واذا مرر فشوفك زعلان او رمش عيونك بك يا من لحفة قلبي الحيران انا الله بنا حتى الاغاني اللي غنيتي يا انجي كمان كانت من مزاجك الشخصي قلت لي انك انت بتحبي تسمعي كل شي صحيح مية بالمية حتى هلأ كان مزاجي اسمع غنية مجنون فغنيتا وحكين مزاجي غني اغنيتا الجديدة وعتزعل فكمان غنيتا لانه بجعب قلك انه بسمع كل شي وبحب كل شي بتقامني انه في اغنيات شعبية ما لازم توصل للعالم ما فيش بيوصل ما لازم يوصل اكيد فيه سبب لحت وصل هيدا العمل ما بيخلى الامر من شوية شذوذ اكيد ولكن ما كنت عم بخبرك عن يعني النجاح بشكل عام اذا عمل واحد نجح مش معناتا انه كل الناس لازم يضلون يغنوا هيدا اللون او هيدا اللون هو اللي لازم يكون سبب لنجاح هيدا العمل لا فيه اشي بتنجح نحنا ما نعرف لات صح بس بتنجح يمكن يمكن يكون شي قريب يمكن يكون شي مختلف عم بقدم هيدا الفنان للعالم فهيك بتشكري انك تعملي ألبوم ولا لا بتفضلي بهذا الوقت انه نشتغل على سنجلز شوفي بزمننا هيدا عصر السرعة صح عصر الناس ما عنده هيدا الجلد انه تقعد تسمع لفترات طويلة متل قبل لهيك بفضل السنجلز على الألبوم وان شاء الله اذا وصلت لمطرح انه عملت يعني صاري عندي 12 اغنية لحد يتهلق اذا كملت وحسيت حالي عم بكرر نفس النمط من الموسيقى ممكن اني اعمل ألبوم بتتدي انه اغنيتك مع زياد برجي بتعطيكي جمهور مختلف؟ اكيد لما نكون عم روح لعمل مع الفنين زياد برجي بكون عم فوت عقلوب كل العالم لانه بصمة الفنين زياد برجي كانت طاغية بالعمل يلي انا عملته ولهيكي بحس انه بفوت عالقلب من دون اي استئزان حقيقة انا بتحكي بيعلق اللحن براسك بتير الدن دني وانتي ما بتعرفي ليه يعني بس هيك بيعلق طب خلينا نحكي شوية عن اغنيتك الاخيرة كيف اخترتيها؟ ليش هاي الاغنية دون انا عن غيرها؟ صلاة لانه سيهام بتقرابيك ميسان خليفتي؟ ليس لانه سيهام تقرابني سيهام صراحة بعتت لي الدموت للغنية عم بيغنياي الغنية عم بيدندينة زياد وقالت لي ليكي هاي الاغنية حلبية وبتلبق ليك وبديك تغنية بععتتت لي ايها قرار لا يعان جد هي القد ما بتحبني وبتعرفني عارفتني كشخص لانه قريبة مني ي offended عرفت انه هاي الاغنية انا رح احبه من أول ما سمعتها قلت لها سيهام الأغنية بتطير العقل وغنيناها وضغري يعني ما أخدت وقت لقيتها يعني نفزتها وضغري صورتها ونزلتها حقيقة أنا سيهام شعشع أنا أصلا بحب كل أغنية يعني هي غير أنه صديقة هي شاعرة كتير مهمة يمكن من أجمل من كتب عن المرأة بها المناسبة بتحسي أنه يجب الفنان اليوم وخاصة أنت من الجيل الجديد أنه يتبنى قضايا معينة حتى بالأغاني والطرب ولا خلص خلينا يعني نلعب فن موسيقى هاي الموسيقى والفن كمان قضية بغض النظر شو كانت عم تحكي فهي بحد ذاتة إلى معنى أكيد ما بيخلق الأمر من أنه نحن لازم نكون عم نحكي عن شيء له معنى بالنهاية طالما إله معنى يعني إله قضية يعني بيوصل بس باختصالة حكيت أنا وياكي اليوم عن شوية عن موسيقى المهرجانات لتليك أنه اليوم في موضة بتطلع وبترجع مع الوقت يعني أغاني بتطلع بتعمل بترجع بتخطفي مع الوقت ولكن أنا بحس اليوم أنه سمت هذا العصر أنه كأنه في مثل الترنز ما عد في أغنية هو الترنز أنه نحن اليوم نركب هالموجة وخلص منمشي على أساسها كونك أيضا من الجيل الجديد بتحسي أنه لازم تلعب بها اللعبة بالموسيقى ما في شيء اسمه لازم هايدي قناعة شخصية بالنسبة لأيلي هاي أولا ثانيا أنا بسميته نهو دهبة الشيل اللي بهب فجأة واحدة وبعدين بينطفي وبيرجع بهب شي غيره كل زمن إله خصوصيته إله فنه إله طبعه إله الشي اللي بحبه نحنا وقعين بالنص بين هيدا جيل جديد جيل التيك توك بسميته وبين الجيل القديم الجيل اللي بحب يسمع موسيقى دمج بين هيدا رجلين هو التمييز بهيدا العصر أنا بالنسبة لإلي والأهم من هيدا كله هو الاستمرارية وأنك تقدري تواكب العصر وتواكب الفن بلمستك الخاصة معناتها أنت بتشتغلي أغانيكي بناء على الأشياء يلي أنتي بتحسيها بتصبط معك أكيد القصص اللي بتستهويني إلي شخصيا أنا بمشي وراها أكيد بدلا تكون بتواكب العصر ولكن أنا بعدين عم لقي مشكلة بأنني أنا بحب الأغاني التجارية أكيد مشكلة بحس فيه شي مميز فالجمع بين هود الاثنان وإني لقي شي بالنص يستحسنوا العالم ويحبوه هيدا الشي الصعب اللي أنا عم جرب لقيه بموسيقى ويا مكنون مش أنا ليلى ولا بنسمت هوك ليلى يا مكنون مش أنا ليلى ولا بنسمت هوك ليلى عايزنا أقول بحبك ليه بحبك بس مش أيلى يا مكنون مش أنا ليلى ولا بنسمت هوك ليلى عايزنا أقول بحبك ليه بحبك بس مش أيلى يا مكنون یا مكنون حتى الموسيقى البديلة أو الآندرغراوند الميوزك اللي كنتي عم تحكي عنا بحسه نشطة بزمن الثورات ولكن مع الوقت كأنه يعني حضورة الجماهيرية بلش يخبو هلا يمكن الكوورونا كمان لانه هاي بتعتمد على مهرجانات وعلى مسرح بس إذا هاي الموسيقى ما عادة مثل الأول شو بتعملي بتروحي وقتها للشكل التجاري الصرف ما بتصور بتصور عمقلك حتى الألترنتف فيه إلو أشكال مختلفة يمكن يظهر نوع جديد من الألترنتف ميوزيك والأوندرغروند يعني ما حدا بيعرف ما فينا مثل نتكهن شو رح يصير لبعدين بس بقلك إنه العمل الحلو بيضال موجود بكل زمن وبكل وقت برأيك شو هو العمل الحلو الناجح؟ اللي بيفوت على القلب بسرعة اللي بتحسيه اللي بتغنيه اللي بيعلق براسك يلي بيكون إله معنى موسيقى هيدا العمل اللي حلو بالنسبة لك يعني أنت بتحسي إنه الموسيقى هي اللي لازم تعلق بالذاكرة أكتر من الكلام بيختلف كمان الحديث من زياد برجي بيختلف المعنى إذا بدك يعني حسب كل عمل يمكن يكون عمل فيه عمل بصنته الكلام لأنه بيحكي عن قضية معينة وفيه أغاني لأ لحن اللي بيكون شي طاغ فيها فما فيني أحكي شي عمومي عن الأغاني بالشكل عام يعني لفتتني شغلة مرة على الإنستجرام حدا من الفنانين كان عم بيقول أنه أنا وماما منطلع بالسيارة منسمع أم كلسوم بس منوصل على المحل وأم كلسوم لم تبدأ الغناء بعد اليوم الأغنيات أكثر قصرا يعني أكيد بس لو بدك تشتغلي مثلا فعلا أغنية بتشبهها أيام زمان بتلعبيها مثل ما كانوا يعملوها أيام زمان ولا لأ المستمع اختلف حتى نحنا منختلف كل يوم أنا إذا بسمع أم كلسوم مع حفظ الألقاب أكيد بسمعها يمكن نكون عم بأسقص شوي من المقاطع لأنه كان قبل اللحن أطول لساعات كانوا يقعدوا الناس ينطروا ويسمعوا يعني هلأ صار في أساليب تانية لحتى يعني كان قبل يمكن ما عندهم أساليب يتسلوا فيها أكثر ما عندهم تلفزيون مثل ما نحنا عننا ما عندهم السوشيال ميديا ما عندهم كل هذه الإخبار فمع تغير العصر تغيرت احتياجات الناس تغير المستمع وتغيرنا نحنا شو لي تغير فيك من وقت ما بلشت الغناء بس أكيد ما رح نحكي عن مرحلة السنتين ونصف انتي انتي على الصعيد الشخصي صناعة الأغنية كيف بتلعبية من وقت ما بلشت له هلأ شو الأشياء اللي تغيرت فيك انتي وعم تعملي أغانيكي تغير فيه كتير أصص كتير أشياء من بداياتي بلشت بتم قلتلي كنت تركيزي الأكبر كان على الالترنتيب ميوزيك هلأ حسيت أنه لأ الأصص الإقاعية أكتر المود عم يخذني على الأصص الإقاعية على الأصص الشعبية أكتر إذا بأتك غريب مع أنه البنات بعمرك دائما بيروحوا للحب للغرام للرومانس ميوزيك إذا صح التعبير مشارط يعني ما ضروري عم قلك في كتير أصص ممكن نحكي عنا في عندي أغنيات على فكرة رومانسية نزلة جديدة هلأ عم بحضر له مع الملحن سليم سلامي ومن كلمات الشعر سيهم الشعشع فيها نوع من الحب والرومانسيات وهيدا الجو بالدوري على اسم الملحن كتاريخ ولا لا أنت لازم تسمعي اللحن فما بهمك يكون هو حدا هلأ بلش أو حدا عنده تاريخ عريق مثلا يمكن لو بهمني ما كنت بلشت مع أسماء مش معروفة وبعدني لهلأ مصممة أنه أنا العمل أهمة من كل شي يعني أنا إذا هلأ بيجيني أي حدا يمكن ما عنده أعمال سابقة مش أي حدا بس أنه ما عنده أعمال سابقة موجودة بالعالم الفني وكان عمل حلو أكيد بياخده بدون تفكير فإذا بديك اللي بيستهويني هو العمل مش الأشخاص ولكن سئبت أنه الإيميل الفنية الحلوة اللي عطاها الملحن سليم سلامي للعالم الفني كان إلي حظ كبير أني أنا كون جزء من هيدا الأعمال اللي عم بقدمه إذا بدنا نسمع آخر أغنية اليوم بالحلقة شو بيختر ليك مثلا تقولي للعالم فيها باي باي مثلا منقل له أن حبيبي مهما سفرت مهما بعيت ومهما غبت يا روحي عني قريب مني مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي فغربتك مستنياك يا روحي بشوق كل العشة ترارب مستنياك طعبت تعبت من الأشواء مستنياك وانا ديبة يا عين من الفراء الفراء حبيبي حبيبي الله أنجيب كل التوفيق لإليك إن شاء الله كمان إحنا منكون مواكبين ومستنيين كل شي جديد لإليك شكرا كتير لإليك وشكرا لسكان يوز عربية ونورتونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة